بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى عليه وصحبه وسلم اما بعد ان شاء الله رب العالمين نحل مع بعض في الفيديو ده قواعد الوحدة اربعتاشر من كتاب ايوان تريجر اول سؤال بيقول لي قاعدة طبعا الوحدة دي قاعدة اف لازم عشان تعرف تحل الاسئلة قاعدة اف انك تكون عارف حالة تقول شكلها ايه والتانية شكلها ايه والبداية شكلهم ايه وتبقى حافز النظري كويس طيب بداية هنا بيقول لي اف وجاب بعدها نقط والنحية التانية بيقول لك لما يكون في جملة مستقبل فالجملة الاونية بتكون مضارع بسط مباشرة فعشان كده هنقول اف اترينز ومعنى الجملة لو الدنيا امطرت غدا فالنباتات سوف تنمو جيدا بقول لك لو الماعز اكلوا اللحاء بتاع الشجر فالشجر سيموت سيموت يبقى يلضاي هتقول لي يا مستر مش المفروض تبقى حقيقة علمية عايز اقول لك على كده كلام خالصان الاختيارات اصلا ما فيهاش مضارع بسيط فانت ما تفضلش تفضل بقى تفكر المفروض مضارع لحقائق ما حقاقش من الجملة اصلا ما فيهاش مضارع في الاختيارات ما تسرحش بخيالك نمبر ثري لو السنة دي سنة جفة ما فيهاش مضر الحلقات اللي في الشجرة طبيعي ده مضارع طبيعي هتكون نورور طب ليه نورور لانه بتكلم عن رينجز والرينجز دي الحلقات جمع برغم من كلمة تري مفرد لكن هو بتكلم عن الحلقات اللي في الشجرة بتكون ضيقة وده حقيقة علمية طب لو فيه مطر كثير يبقى الحلقات تبقى أوسح طب مطر قليل الحلقات تبقى نورورد نمبر فور لو الناس ما بيكلوش طعام كافي زي لو الناس ما بيكلوش طعام كافي سيمرضون يبقى زي بيكم هتقول لي يا مستر مش المفروض وو الاختيارات ما فيهاش يعني هو الراجل بيقول لك خدها حقيقة يا عمو نمبر فايف قبل ما حلنا الجملة عايزك تفتكر معايا كلمة اتموسفير دي اللي هو الغلاف الجوي وكلمة اتموسفير برضو معناها انتريستنج فاكر المجملة اللي قلناها في الفيديو اللي فات لما قولك زي ماتش لاكس اتموسفير يعني المباراة ينقصها الإثارة في جملتنا بقى بقولك لو البركان دي انفجر فهو بيرسل بيرسل أطبابة في الغلاف الجوي يبقى 8 cents دي حقيقة علمية نمبر سكس عايزة تفهم ان كلمة دي موجودة يبقى دي جملة مطارعة بسيط مباشرة لانها متعبر عن عادة يبقى نمبر سي طيب لكن لو هي كنا نقول هي نمبر سيفن لو الدنيا مضطرت اطول من كده النهر هيفيض يبقى ايه طب ليه ما ناخدش الفلود لان دي مضارع ما فوق ان اقولنا طب نمبر ايت ايه 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 قدام سيادتك يعني دي حالة اولى يبقى المفروض ان سيادتك في النص الاولاني محتاج مضارع المضارع يبقى على طول طيب اتناشر ايه ادي قدام سيادتك ايه لو بكرة الدنيا اه دافية ومشمسة طب ليه لان دي حلقة اولى ادي از قدامك هنا هي الناحية التانية اوله من المصدر لو انت جبت اللون الاصفر واللون الازرق احضتهم على بعض فده حقيقة طبعا هيطلع لك لون واحد بس اللي هو لاخضر وما فيش احتمال تاني فعشان كده ما ينفعش ناخد هنا اطلاقا حتى لو في الاختيارات ستاشر لو انت مروتش النباتات اللي قدامي دي بسرعة يبقى دي مش حقيقة لان انا بكلمك عن نبات معين لو انت مروتش النباتات دي بسرعة حيموتوا ده كأنه تنبأ ولك الشجر اللي قدامي دي اعتقد انك لو مروتهاش بسرعة هتموت سبعتاشر لو الرياح قوية جدا ستوقع الاشجار ارضا يبقى طيب تمنتاشر لو العلماء بيدرسوا الحلقات بتاعت الشجر والله بعدها مدارع فالناحية التانية عايز أو كان والمصدر أو ماي أو مايت والمصدر عايز حد من افعال ناقصة في التصريف الاولاني وبعدين المصدر اللي في الاختيارات قدامك هنا كان ومعنى الجملة على بعضها لو العلماء بيدرسوا الحلقات فانهم يستطيعون ان يكتشفوا معلومات عن المناخ لو ما فيش مطر كثير في العام الحلقات الطبيعي ده حغى المية يبقى طب ليه عشان اسم جمع واحنا بناخد الاسم الجمع مش لكلمة عشري اف زي اكستراكت لو هما اه يعني استخرجوا قطعوا يعني قطعة من الخشب من الشجرة الشجرة اه طيب تعالى نشوف بقى او زي هما هي عمل اف عمرها هما سيستطيعون حساب عمرها ولكن قبل ما تحل الجملة لازم تأخذ بالك اللي بعد اف الاول مدارع فالناحية التانية برضه حضرتك عايز مستقبل يعني will والمصدر او can والمصدر او may والمصدر قدامك can calculate if a tree not deep roots it won't fall المستقبل عايز معان ناحية التانية مدارع يبقى if a tree has ومعنى الجملة لو الشجرة ليها جزور قوية فهي سوف لا تقع 22 if the bark of a tree is destroyed لو ان الوحاق الشجرة is destroyed يدمر الشجرة اكيد ستموت طب المفروض نقول will die ولا dies لا dies عشان ضحاقة علمية لو احنا مسكنا شجرة وقشرناها طبيعي انها تموت يبقى if you pick those apples لو انت اقتطعت هذه التفاحات الان they won't taste the sweet الطعمهم مش هيكون حلو لن يكون طعمهم جيدا طيب رقمة 24 if you leave now لو انت مشيت دلوقتي you train train والله ال if بعدها مضارع فالناحية التانية عايزين ويلو المصدر وقدامك will catch water freezes if the temperature zero or below المياه بتتجمد لو انا ضاية الحرارة تكون صفر او اقل دي حقيقة علمية يبقى is okay if عايزة تفهم من المصدر ده وتحفظه كده اسمه is it okay if is it okay if you look at the sun wearing sunglasses هل من الجيد هل ما فيش مشكلة لو انت بصت في الشمس باستخدام النظارة if it's too hot tomorrow لو بكرا الجو حر we go to the beach بكرا لو الدنيا حر احنا سوف لنذهب للشاطئ سوف لعيب اول نط طيب 28 if i wear you لو انا مكانك if i wear دي مضي بسيط فالناحية التانية وضو المصدر مباشرة في مشكلة هنا في الجملة دي ايه هي ان هو يجب لك طبعا ميدي مش موجودة معانا نستبعدها وشالها نستبعدها بس انا قدامي فيه اتنين would would and would have عاديك تفهم ان would لازم بعدها المصدر طيب هو يقول لك في الجملة a picnic يعني مفيش فعلي يبقى would هنا غلط اذا الاجابة هنا تبقى would have a picnic would have a picnic يعني ربما يقوم بنزها وعاديك تعرف ان يقوم بنزها have a picnic او go on a picnic لازم on يعني كان ممكن نقول would go on a picnic او would have a picnic طيب رقم 29 بيقول لك if he hadn't looked يعني ماضي تام الناحية التانية لازم would have وتصريف التالت مباشرة فهنا سابعت كله ونسيب would have وتصريف التالت تعالى نشوف would have لأ ما تنفعش would have لأ ما تنفعش انا قدامي would have معنى مثبت ومعنى منفي هنترجم عشان نعرف مين اللي ينفع انت بتقولي لو هو ما كانش بص في الشمس هو كان دمر عينه ولا ما كانش دمر ما كانش دمر يبقى wouldn't have damage it لو لم ينظر لما كان قد دمره if it hadn't trained قدام سيادتك hadn't trained يعني ده حالة تالتة فالناحية التانية برضو انت عايز would have possible possible تعالى نشوف الاختيارات فيها كم واحدة فيها would have لو فيه اتنين نفكر في المعنى مفيش اتنين يبقى هي واحدة اول واحدة would have مفيش possible possible يبقى ما تنفعش طيب اتنين واحدة have لا have had لا احنا عايزين would have possible 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 اكيد wouldn't have had طيب المعنى بالعربي لو الدنيا ما مطرتش بكثافة ما كانش هيبقى فيه فيضان if you know the temperature at the sun center you would find would والمصدر فحضرتك عايز موضي بسيط الموضي البسيط اللي هو took if I know a planet I would give would give يعني وود والمصدر فالمفروض النص الاولاني يبقى موضي بسيط الموضي البسيط يبقى discovered if I discovered a planet لو انا اكتشفت كوكب هسميه باسم عمتي I would go to the beach if it summer would go وود والمصدر فحضرتك عايز الناحية التانية موضي بسيط يبقى if it where طيب يا مستر لو في الاختيارات was كانت نفحت لا طيب يا مستر لو الاختيارات فيها was and where ناخد مين ناخد where طيب ما فيش where ناخد was افهم اقول تاني المفروض ان مع حالة F التانية مع كل ضماري فاعل باخد where طيب ما فيش where ناخد was طيب الاثنين موجودين لا ناخد where طبعا if you come across toha as a super market لو انت عدت عطاها في السوبر ماركت اه نقط him to telephone me اطلب منه اسأله ويبقى لفعل الامر فعل الامر يبقى نقول له ask مباشرة ask him to phone me يعني اطلب منه قول له ياتصل بي علي تفهم ان F لما يكون بعدها مضارع والجملة التانية فيها فاعل فانت قدامك احتمال من اثنين بعد الفاعل ناخد مضارع او ناخد مستقبل طيب لو ما فيش فاعل ناخد فاعل امر مباشرة if you go to Dubai لو انت رح تدبي it's possible to find work there هيكون من السوبس انت بتقول له سوف يكون من الممكن يكون it's possible to it's possible to يعني من الممكن ان تجي if you want to be a doctor لو انك تريد ان تصبح طبيبا فانه انت يجب ان تعمل بجد يبقى شو ال study هتقول لي يا مستر مش المفروض الطبيعي والمنطق واللي احنا حافظينه ان لما if يكون بعدها مضارع زي كون to want الناحية دي هنا اخد ولو المصدر ممكن ناخد ولو المصدر ومي والمصدر ولو المصدر على حسب المعنى اللي السيادتك عايزه انت بتقول لي لو انت عايز تكون دكتور فانت ستزاكر ولا يجب ان تزاكر الطبيعي ان اقولك يجب ان تزاكر عشان كده اخدنا شو ال study طيب بعد كده if you use viewer لو انت بتستخدم العدسات دي you see the stars clearly ترى النجوم بشكل واضح والله use دي مضارع فالناحية التانية برضو محتاجين مضارع طيب انت ترجم لو انت استخدمت العدسات انت تستطيع ان ترى يبقى you can if the weather is bad لو التقصي سيء i rather stay at home عايزك تفهم اللي هقولك ده كويس would rather دي بلاستخدمها في حال اولى would rather والمصدر في حال اولى طيب would like برضو حال اولى بالرغم ان يفاهها would ما تتلخبطش would rather would rather would rather would rather would like التلاتة دول دايما في الحالة الاولى if you have a problem لو انت عندك مشكلة you better ask your teacher انت مع better بناخد مين يا مستر بناخد had you had better طيب وجود had d هل ده معناها ان ده ماضي بسيط او ما يتم لا had better دي حالة اولى دايما if you our school had written rules لو احنا مدرستنا مدرستنا فيها written rules انتبه اللي انا بقولك كده بصت اللون الاصفر ده اللي هو الفعل had ده الفعل طيب written rules يعني قوانين مكتوبة لو المدرسة فيها قوانين مكتوبة فاحنا هيكون عندنا مشاكل اقل بدايةا قبل من حل المفروض دي ما تبقاش list problem مفروض تبقى fewer problems عشان problems اسم معدود والمعدود بناخد معه few يبقى انت هتشيل list دي وتستخدم مكانها fewer وبعدين تقول problems لان لازم بعد few و fewer و mini و few يكون الاسم جمع نرجع لموضوعنا بقولك لو المدرسة لها قوانين مكتوبة فاحنا هنواجه مشاكل اقل ادي اف بعدها هاد موضي بسيط في الناحية التانية ود والمصدر بيبقى ناخد طيب لما ناخدش ود لوحديها لما هو لازم ود والفعل في المصدر طيب حداشر واحد واربعين سوري if the money i had not enough i would have helped him الجملة دي ما فيهاش اي افكار ولا فيها صعوبة كل ما في الموضوع يعني عايدك تحلها بحكمة انا بقولك هنا would have helped يعني دي حالة كام؟ حالة تالتة ازاي؟ طيب وانت بتحل افهم دي كده وانت بتحل استبعد حتة i had استبعدها اصلا اعتبارها مش موجودة فتبقى الجملة ايه اصبحت if the money had been enough لو الفلوس كانت كافية i would have helped him كنت هساعده اتون واربعين if you are free لو انت فاضي i not like لسه حلم بقولك ان هي اسمها would like would like دي معناها احبه ان if he had some money had had يعني موضي تام الناحية التانية يبقى would have عذاك تنتبه ان لما يكون معك had و بعدها يبقى دي حالة تالتة طب لما يكون معك had و بعدها اسم يبقى دي حالة تانية if she had to some money بص معايا كده had to وبعدين بعدها الفعلة في المصدر يعني ده مش حالة تالتة دي حالة كام دي حالة تانية طب ايه اللي خلينا نقول حالة تانية مصد الحالة تالتة يا شباب عبارة عن had و لو فيهن had و مبسطة برتسبة ليبقى تالتة غير كده يبقى تانية مباشرة انا هنا قدامي had to ما فيش بعدها غير فعلة في المصدر فما ينفعش نقول عليها تالتة دي تانية طيب تانية يبقى الناحية التانية عايزين مين عايزين ودو المصدر يبقى would help if honey cut his hair هي كلمة cut يعني يقطع والماضي منها cut وتصيف التالت cut برضو بس دي cut الماضي اللي عارفك ما هو لو ده مفرد لو ده مدوارع كنا نقول if honey cuts his hair ما هو ده لو مدوارع كان المفروض نضيف للفعل اس طيب if honey cut يبقى ده ماضي بسيط الناحية التانية عايزين ودو المصدر يبقى he would look better طيب افرت بقولك if honey had cut كنا هنقول would have looked اف اي اناف time i would have i would have وبعدين boiled ركز في اللي عملات بالالوان ده كده i would have boiled egg sandwiches بص كلمة boiled egg sandwiches يعني sandowichat بيد مسلوق لو انت تناولت sandowichat بيد مسلوق طب الفعل ده هل ترى حلقة اولة ولتانية ولتالتة would have دي would والمصدر يعني وود والمصدر يعني ده حلقة كام تانية فانت المفروض تستخدم ماضي بسيط الماضي البسيط مقامين هنا تعالي نشوفي اختيارات don't have ده مدرع بسيط didn't have ماضي بسيط يبقى هي دي يبقى انت قلتلي كده if i didn't have enough time لو انا ما كانش عندي وقت يكفي i would have boiled eggs كان زمانة اناولت البيض المسلوق اكرر انتبه هنا would have دي حالة تانية لان would have بعدها اسم اللي هو مين الاسم بيد المسلوق دي اسم if i had written work برضو نفس القصة كلمة written work يعني واجب كتابي فعل الجملة هنا هو كلمة had لوحدها طيب يبقى دي حالة كام يبقى حالة تانية فانا ما نقول if i had لو انني عندي written work يعني واجب كتابي i would do المصدر منيبقى would do it طيب لكن لو هو قالك if i had had written work يبقى حالة تالتة تمانية واربعين i would rather stay at home if it تعالي نشوف انتفقنا قبل كده ان would rather دي حالة اولى دايما فالناحية التانية لازم نعتبرها حالة اولى يبقى if it reins وبكده يصبح الجملة if وبعدها reinz المدرعي البسيط والناحية التانية would rather او would rather sorry طيب انا هاي تشيل would rather هحط مكانها مين؟ هحط مكانها i will stay طيب وكممكن نقول i will stay i would rather stay i had better stay او i stay لو عادة تسعة واربعين if i if not i would have to use قاله قدام سيادتك would وبعدين والمصدر اللي هو مين؟ اللي هو have to يبقى دي حالة تانية حالة تانية بسيادتك عايز في البيان الاولانية ما دي بسيط تعال نشوف دي ما دام بتنفعش دي حالة تانية تنفع يبقى انت تجده اختيارتك محصورة بين اتنين number d و number c بس يا ترى انت عايز تقول لو ان سيارتي تعطلت ولا لو ان سيارتي لم تتعطل انت بتقول لو ان سيارتي تعطلت كنت هستخدم المواصلات العامة يبقى المعنى مسبت يبقى كان يسقط في الامتحان لو ما كانش اشتغل باجتهاد ده معناها ان هو لا سقط لكن هو اشتغل باجتهاد تانية كده لما قولك هو كان يسقط لو ما ذكرش باجتهاد ده معناها ان هو ما سقطش لكنه ذكر باجتهاد طيب بيسألك بقى هل هو نجح في الامتحان هل هو نجح في الامتحان بالعربي كده انت بتقول لي هو كان هيسقط لو هو ما ذكرش كويس هل نجح نعم هو نجح طيب لو ان سألتك هل هو رسب هتقول لي واحد وخمسين اه وعايز اؤكد على الفكرة برضو انت دايما بتختار عكس اللي في الجملة بمعنى ده معناها ان هي باصد ده معناها هي سكسيد ان ده معناها هي ديد انت فيل طيب يعني هو لما سألك هتقول لي اس هي ديد طب ديد هي فيل لو احنا لو احنا اه بيتنا في شبابيك مكسورة انتبه نقول لك ايه ده الفعل دي شبابيك مكسورة ده اسم يبقى ده حالة تانية ومدام اف بعدها ماضي بسيط يعني حالة تانية فالناحية التانية اخد ودو المصدر يبقى ود طيب اتنين وخمسين افزا جاورنمنت فاوند نيو سكولز فاوند دي مش فعل ماضي فاوند هنا معناها يبني لو ان الحكومة تبني مدرسة جديدة او مدرسة جديدة هنا اطفالا كثيرون سوف يتعلمون فاوند ماضي ولا مضارع لا مضارع فالناحية التانية اخد ودو المصدر فعشان كده ناخد ودو الماضي من فاوند لو الجملة افزا جاورنمنت فاوندد كنا ناخد ودو المصدر عايزك تفهم ان في اتنين في شكل بعض يجد والماضي منها فاوند فاوند في فاوند يعني يبني الماضي منها فاوندد فاوندد اف ايهاد نون اباوت هاد نون دي حالة تالت فالناحية التانية ستك عايز اه اه او عايز او عايز وكمان ينفع ولكن انتبه لما كنا بنقول ان حالة اف التانية كلهم باخد معهم قلتلك لو ما فيش ناخد طب لو موجودين الاتنين في الاختيارات ناخد عايزة تفهم ان هنا في الجملة دي تنفع طب انا اختار اجابتين هو قالك اختار اجابة واحدة اذا تختار يبقى انا عايزة تفهم كده براحة ان بتساوي لو الجملة زمنها مضارع يفضل اخد طب لو الجملة زمنها ماضي ناخد لكن هما الاتنين بيستخدموا في المضارع والماضي جابهم في الاختيارات فاخلك فاهم كده الماضي ناخد له والمضارع ناخد له انا كده قدام مي والمصدر يبقى ليه مضارع يبقى لو انت فتحت طيب خمسة وخمسين ايوود دو ات وانس ايوود دو ات وانس طبعا ايوود دو ات ات وانس المفروض المهم ايوود دو يعني حالة تانية المفروض النجوم للتانية ناخد فهم ماضي بسيط طيب الماضي البسيط قدام الحاجتين لو انت خد يبقى طلبة طب لو يبقى طلبة يبقى طلبة مني انت بتقول انا كنت سافعل ذلك في الحال لو انه طلبة مني مجهول يبقى طيب يا مستر مش المفروض ايو باخد معه ايوة بس مع حالة اف التانية بناخد مع كل الناس لو اصدقائي حضروا الحفلة ما كنتش هبقى زعلان ده معناها ان صحابك ما حضروش وانت زعلان من فيهم بقى لا هو قال لك لو صحابي كانوا حضروا يعني ما جوش فالاولانية دي ما تنفعش برضو كده غلط لانه كده بيقول لك طب نمبر سي شعرت بالحزن هي دي ركز معي بالراحة تاني كده هقول لك باختصار الجملة بتقول لك لو اصدقائي حضروا الحفلة ما كنتش هزعل ده معناها ان انا زعلت لانهم ما حضروش طيب سبعة وخمسين اف اي وير ريتش لو انا غني اي ووت باي انيو كار عايزك تفهم دايما ان اف اللي بعدها ده ما حصلش انت بتقولي لو انا كنت غني كنت اشتري عربية ده معناها ان انا فقير او ان انا مش غني وانا ما اشتريتش عربي ده اللي هي مين يا ترى تعال نشوف اي ام نوت ريتش سو اي كانت باي هي دي انا لست غنيا لذلك انا لا استطيع انا اشتري عربي سيار طيب سؤال بقى رقم بي ما هي حلوة برده وقولك اي وزنت ريتش سو اي كولنت باي ليه ما ناخدهاش عشان الجملة الاصلية يا شباب بقولك اف اي وير يعني موضي بسيط الموضي البسيط ده لما انطلعه بره اف بنرجعه درجة من موضي بسيط يبقى مدرع بسيط طيب ده معناها يا مستر ان الجملة لو اف اي هاد بين ريتش يبقى الجملة الاصلية موضي بسيط طيب تمانين وخمسين ينبغي ان تستيقظ مبكرا وإلا سوف يفوتك البس طيب ده معناها بقى سنتنس دي معناها انت تفوت القطار الاوتوبيس لو انت مصحدش بدري المعنى بالعربي حلو ولكن في مشكلة هو قالك هنا يعني فيه هنا هو شالها في الاولى هيبقى غلط انت مش هيفوتك البس طبعا انت ده غلط نفى الجملة سيفوتك البس هي دي طيب ركز معايا تالي كده نوضح برضو اكتر الجملة الاصلية بيقولك انت لازم تصحى بدري وإلا هيفوتك القطار هيفوتك البس فالجملة الاولانية مفهاش غلط الجملة التانية بيقولك انت مش هتفوت البس لو انت مصحدش متأخر طبعا كده مصيبة لو انت مصحدش هتفوت الاجابة الرقمسية فعلا بمعنى انت سيفوتك البس لو انك لم تستيقظ مبكرا خمسين انا رسبت في الامتحان بسبب عدم مذكرة ده معناها ان هو رسب لانه ما ذكرش ده معناها ان هو لو كان ذاكر ما كانش رسب او لو كان ذاكر كان نجحت تعال نشوف لو انا ذكرت كنت هرسب لأ لو هي بدل فالت سكسيدة كنا قولنا ماشي هي رقم بي فعلا اللي صح اللي معناها لو انا انا ذكرت ولا نجحت طيب رقم سي من حيث العربي صح لكن من حيث القاعدة غلط طيب ليه غلط ما انا عايزك تفهم ان الجملة الحقيقة اللي زمنها ماضي بنفترض عليها حالة تالتة الجملة اللي زمنها مضارع بنفترض حالة تانية الجملة اللي مستقبل بنفترض حالة اولى طيب احنا خدنا حالة تالتة هنا لان الجملة طيب يا مستر افرد الجملة مكتوبة لو الجملة مكتوبة اه اي فييل اكزام بكوز ا اف نوت ده مضارع كنا نعملها ماضي بسيط يعني نعملها حالة تانية طيب ستين بيقول لك لسه بنحكي في الموضوع ده ماضي طيب لما نجي نفترض نفترض على الحالة تالتة انزع الرقم دي كده ديقول لك انا معرفتش ااجي معاك الجملة الاصلية رقم ستين انا معرفتش ااجي معاك اصلي انا ما كانش عندي وقت فلو كان عندي وقت كنت جيت معاك واحد وستين الطعام ده طعمه سيء في ملح كير طب ده معناه اوه الرقم ايدي تنفع طب ليه تنفع ركز معاك احنا في الجملة الاورانية في الجملة الاصلية رقم واحد وستين وبقول لك تيستس تيستس يعني ده مضارع بسيط فلما نفترض هنفترض على انه حالة تانية المضارع بنفترض حالة تانية والماضي حالة تالتة والمستقبل الاولى يبقى رقم ايه تنفع تعال نشوف التانية لان انا شايف ايه وبي قدامي كده مكتوبين فعلا صح ما هو انت عارف ان اف لما يكون معاها نفي ممكن نحزف اف والنفي ونستخدم مكانهم انلس يبقى كده رقم بي تنفع طيب رقم سي اف زير ازنت لما ينفعش ازنت لان ده مضارع والجملة الاصلية زمانها ماضي اذا الاجابة ايه اند بي طيب اتن وستين في حالة الحرائق في حالة الحرائق في حالة الحرائق اهرب من المنزل من المكان من خلال السلالم طيب تعال نشوف بها عايزة تفهم اه في حالة الطارق اخرج في حالة الطارق امشي ده معناها من خلال او باي او سرو كلمة دي نفس المعاني طب التانية اللي ما ناخدهاش لان الجملة الاورانية اصلا افتراض يعني اصلا بتيجي في الحالة الاولى يعني ما نكد من الجملة دي حالة اولى طيب اه رقم تابد وستين وزاوة his assistance بدون مساعدته اي ود هاف لوست اما كنت هضيع او هفقد وظيفتي ده معناها ان الحالي حالة ثالثة طب تعال نشوف if it hadn't been for حالة ثالثة برضو would have lost يبقى القول دي صح عايزة تفهم الكلام اللي بين اقواس لما هيبقى حالة ثالثة لازم لما تفسروا وتفسروا حالة ثالثة he lied to here كذب عليها because he wasn't honest لانه لم يكن امينا طيب تعال نشوف كده الاختيارات if he had been honest لو هو كان امين he wouldn't have light طيب ليه بتقول صح من غير ما تقرأ البقيين لان الجملة الاورانية اللي احنا بنفترض عليها زمانها ماضي ولو الحقيقة ماضي بنفترض حالة ثالثة واقول تاني لو الحقيقة مضارع نفترض تانية طيب هو بيأكل كتير لذلك هو بيصبح مريض eats مضارع فلما نيجي نعمل هنعملها لانها حالة تانية المضارع بيطلع تانية يبقى كده هنقول ايه if he didn't eat so much he wouldn't often get sick عليك تفهم ان ديه تيجي بالمضارع البسيط والماضي البسيط مع العادات صح طيب انتحان برضو the increased use of natural gas will help reduce carbon dioxide a بقول لك ان الاستخدام المتزايد للغاز الطبيعي ده يساعد في تقليل استقليل استقليل إشعاعات سنوستيكربون الإشعاعات اللي اسمها emissions emissions المهام او البعثات ماشيين زلالات وقمت يعني يعني ينبعث او يعني يفرز الفعلي من الانبعاثات يعني you to school today your teacher phoned me to see where you were المدرس بتاعك اتصل بي النهاردة عشان يقول لي ابنك مجاش يبقى انت اكيد مرحتش اكيد لم تفعل يبقى كانت half gun الكثير من الايه بينتبه كثيرا للفرص الخارجية اكيد الخسير من المستثمرين يبقى if there hadn't been a fire extinguisher لو ما كانش فيه هنا طفاية حريق the house down كبلك hadn't been يعني ماضي تايم فالناحية التانية انا عايز ماضي تايم برضو يبقى ودهاف بسط برتسبل يبقى انا اخد ودهاف تيرنت طب او بيرنت طب ليه ما اخدش ودنت اصلك بالعرض بتقول لي لو ما كانش فيه طفاية المنزل كان احترقه معنى مثبت the food in the freezer had sold during a not cut الطعام اللي في التلاجة ده pause اثناء انقطاع التياري الكهربائي انقطاع التياري الكهربائي اسمه power cut sorry but i am not nabeel انا اسف انا مش nabeel you may force someone else انت اكيد لغبطني في حد تاني اكيد اللي هي مصتي من المؤكد انك مت لغبط يعني بينه وبين شخص اخر there are a lot of stone in this museum طيب قبل ما احل الجنة تعالى ما ترجم لك carvings دي معناها منحوتات ولما نقول stone carvings معناها منحوتات حجرية curve يعني ينحت وcarved منحوت وتو curve يعني اللي كان ينحت على فكرة ممكن نقول stone carvings وكما ممكن نقول there are a lot of stones carved يعني احجار منحوتة تمانية الطقس دي تصريف ثالث ففي ناس كده هنستبعدها من غير ما نفكر ولا نعمل اي حاجة في الجملة منهم provided لاني عايزة جملة سليمة وشد عايزة مصدر where عايزة بعدها تو المصدر اذا الاجابة اصبحت يا شباب had ودي حالة ثالثة لو انت رحت الناحية الثانية هتلاقي might not have crashed يعني حالة ثالثة he not his ideas on scientific experiments هو عمل ايه في افكاره على نظريات علمية embarrassed يعني اثرة posed يعني اوقفها posed يعني مررة or based يعني بنى هو بنى افكاره على تجارب علمية you studied this for four years at university انت درست الموضوع ده لمدة عشر لمدة اربع سنين في الجمعة you know the answer انت اكيد عارف الاجابة اكيد يبقى مصد you will find that the paper is correctly and will print without problem ستجد ان الورق ايه بشكل صحيح وستقوم بطبعته بشكل مباشر position معناها يضع ومعناها موضع او مكان positioning ده الفعلي موضع اي نجي منها position لما نقول is position يعني وضعه او موضوعا يعني ستجد ان الورق موضوع بشكل سليم وهيتم طبعته بشكل سريع the budget دي معناها اللي هي الاداع اللي في البنك always take a basic medicine kit on holiday a you full ill بقولك انت لازم تاخد معك علبة للازحافات الاولية وانت رايح الاجازة ربما ربما طمرت ربما اللي هي انكيس طيب لما ناخدش انكيس اوف لان بعدها الفعلي مدفت له اي نجي او اسم supposing و suppos بيجوا في اول الجملة زي imagine وهما التلاتة كده بنكون جملة سؤال hemingway is not to be one of the twentieth centuries literature giants يعده hemingway واحد من عمليقة القرن العشرين في الادب طيب خد بالك is told لا مفيش حاجة اسمها is told في حاجة اسمها is considered is remembered is remembered is remembered as is regarded as is considered to be يبقى ناخد is considered عشان في الجملة to be she always gets me a present دايما بتجيب لي جايزة او هدية but this year she didn't لكن السنة دي ما جابتش يبقى شي that it's my birthday يبقى هي اكيد نسية اندعد ميلادي اكيد نسية يبقى must have forgotten خمستاشر i used a to make a hole in the concrete wall انا استخدمت ايه عشان اعمل حفرة في الحيطة او اعمل ثقب في الحيطة استخدمت drill drill ده التول اللي بستخدمها عشان اثقب اللي هو المثقاب يعني where you not more carefully you might understand a little more انت عارف انه where دي في اول الجملة بنستخدمها بمعنى if بس بشرط يكون بعدها فاعل وبعدين اسم او صفة او بنستخدمها وبعدين بعدها فاعل وبعدين to and master انا قدامي فعلي في الطبيعي ان انا اقول لك where you to listen وعايزك تاخد بالك where you to listen بتساوي should you listen بتساوي if you listened سبعتاشر there has been television coverage of the world cup يعني كان فيه تغطية تلفزيونية massive عملاقة كان فيه تغطية تلفزيونية كبيرة للاحداث كأس العالم the music next tour is so loud الموسيقى اللي جنبنا دي عالية جدا يبقى هما اكيد عندهم حفلة يبقى must have ولا must be having انت سمع الموسيقى وبتشتاكل منها وبتقول لي هي موسيقى شغيرة دلوقتي يبقى must be having طيب اه تسعتاشر he cut the onion into a using a sharp knife هو قطع البصلة الى احنا بنقطع البصل دايما الى rings حلقات roots juzour seeds اللي هي البزور وليفز اوراق الشجر if the bill a buy the parliament اه لو ال bill d من معانيها فاتورة ومعناها وثيقة ومعناها مشروع القانون هنترجمها انها مشروع القانون لو ان مشروع القانون حصل له ايه بواسط البرلمان it becomes low بيصبح قانونا is basic لو ان المشروع القانون بيمرر بواسطة البرلمان فهو بيصبح قانونا natural gas is transported through a all around America الغاز الطبيعي بيتنقل او بيتم نقله من خلال ايه ترى barrels براميل ولا pipes المواسير ولا tubes anabe ولا tabs حنفيات اكيد pipes بيتم نقل الغاز في المواسير she all night I am sure she was خبالها تقال لك ايام شور she was يبقى انت عايز حاجة فها verb to be طيب ثانيا بيقول لك I am sure يبقى مدام شور يبقى مصد وكانت فانت هلما تستبعد رقم ايه must have studied لأ طب ليه must have studied لأ لان انا عايز ناخد must have studied كان مفت بقى الجملة كده she must have studied all night I am sure she did طيب must have been studying او هي دي طب ليه هي دي تحديدا عشان must have been انت قدامك been ولما ناخد been ناخد منها الفعلي was طيب طب ليه مش رقم ما هي برضو فيها بين اهي مصدك لما الترجم انت بتقول لي هي اكيد كانت بتذاكر طول الليل انا متأكد ان هي كانت بتذاكر طب مستر افترض ان الجملة I am sure she wasn't كنا ناخد كان على طول الصمغ ده بيحتاج اربعة وعشرين ساعة عشان يتصلب ينشف يعني يطول ولا يوسع ولا يقصر اكيد ينشف اه او يتصلب او يقوى لما انت تضغط دي يضغط مدارع لما تضغط على الزرار اللي مكتوب عليه كلمة ريكورد الضوء الاخدر ده بينور يبقى حقيقة لما يضغط على الزرار بيشتغل النور التعرف على بتاع المشكلة دي ليس امرا سهلا الجزع وفروت فكهة او ثمرة روت الجزر او الاساس سيد بزرة فكلمة روت هنا معناها اصل فالتعرف على اصل المشكلة ليس ليس سهلا ستة وعشرين زي زي برشد برشد معناها هلكة واخد بالك برشد او يبدأ حالة تالتة حالة تالتة حالة تالتة يبقى سيدتك هتفكر في مين في ما يتعم تعالى نشوف الاختيارات ليه ما ينفعش انلس يا ما تنفعش طب ليه ما ينفعش انلس لان انلس يادتك عايزة بعدها جملة سليمة يعني كممكن اقول لك آآ طيب طيب جملة سليمة برضو مش موجود جملة سليمة دي حالة تانية لو الجملة التانية زي برش لوحدها كده كنا اخدنا فعشان كده دي حالة تالتة وبالتالي هناخد وزاوت بيجوا بعدهم الفعل نرفل اي انجي او الاسم والناحية التانية نستخدم حية تانية او تالتة الاولاد عملوا ايه في العربيات بتاعت القطار اللي عد عليهم اكيد عدوها يعد يعني يعني يحسب يعني يقولك بص هو سبعتاشر زائد تمانية زائد خمسة وعشرين بتصوي كزا دي كده لكن لما تكون واحد فتقول عربية اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى انت كده ما نحوله الى كمبيوتر اللي مقلاش كمبيوتر يعني لما يكون كاتب ورقة باقي دي واكتبها على الكمبيوتر كده ايام كمبيوترايزنج ات اه الطبعة نهت الطبعة كان بايزة يبقى هي اكيد ما كتبتش يبقى كانت اكيد لم تكتب التقرير لان الطبعة كانت بايزة الطبعة كانت تالفة طيب تسعة وعشرينة the following a is taken from his new novel الاي ده ده اللي تم اخذه من رواياته الجديدة طيب اكيد اللي بناخده من الرواياته من اكوال الشعراء ومن اكوال القدباء اللي هو المقتطف والمقتطف اسمه extract extract يعني مقتطف والاسم منها extraction we not the train but we prepared to travel by plane احنا كان ممكن نرسافر بالقطار كان من الممكن ان نفعل شيئا دي لها could have possible possible طب انت لو خدت لي must have taken معناها اكيد سافرنا بالقطار طيب انت خد could have taken ليه لانك بتقول احنا كان ممكن نسافر بالقطار لكن سافرنا بالطيارة وعندك تفهم لما يقول لي could have taken the train معناها كان من الممكن ان نسافر بالقطار لكننا لم نفعل ذلك القطع يا شباب في القطع دي بحكي لي عن اهمية الحضائق والمفروض ان احنا نستغل المساحات في زراعة الحضائق الاسباب بقول لك ان الانسان من زمان بيحب الناس اللي عايشة في المدنة تحديدا بيحب يروح الحضائق دول عشان هما بيجدوا في الحضائق مكاني اللي يستريحوا فيه ويعابوا في الرياضة بالاضافة انهم بيهربوا من التلوث البي ويعودوا في الحضائق دي طيب بيطرح فكرة في القطع دي بيقول لك ان احنا المفروض نعمل حاجة اسمها روف طبس نزرع الروف طبس اللي هي ايه روف طبس دي اصطح المنازل باختصار طيب ايه لازمة الحضائق دي الاشجار بتنتص ان يحصل الكربون وتدينا الاكسجين وعلامات عاما تعرفة اصلا لابل كده طيب الفكرة دي جديدة لا مش جديدة الفكرة دي من زمان من الوف السنين اللي كان بيعملها الطيور نفسها كبتبني المنازل بتاعتها من الاف السنين على اسطح المنازل طيب ما تيجي نشوف كده الاسئلة اول سؤال بقولك فكرة زراعة للنباتات على الروف طبس دي فكرة ايه مولدها من امتى يا ترى بدأت من مئة سنة لا اهو في القطعة قالك من الف سنة ويوريها لك هي فعلا فكرة قديمة جدا طب فيني في القطعة تعال ورها لك طبعا هي رقم بي هنا اه هنا اه اه من اول الجملة بقولك يعني المخلوقات المخلوقات بتزرع الحدائق على الروف طبس يبقى اول واحدة كترة الإجابة الرقم بي انها فكرة قديمة طب لقم اثنين وفقا للقطعة احنا عشان نعمل نزرع اسطح المنازل فاحنا محتاجين ايه ترى طب هي فين في القطعة هوريها لك تعالى المختلف اهي بتتطلب مهارات هندسية معقدة طيب السؤال الثالث الكلمة اللي مناسبة بحيث تكون عكس الكلمة تبيكال دي معناها يوجول عكسها انيوجول طبعا مش محتاج قطعة اربعة نفهم من القطعة ان الاسطح العضوية اللي زي الاشجار والاماكن ديت بتكون ايه ترى تعالى نشوف كده بتخلي المناطق المدنية يعني اه اقصر دفقا وانكم كربون بتزود سنيوكس تلك البقات الرهيب تضر البيئة وانك انت بتزرع شجر يعني بتحافظ على البيئة ايه دي معناها يقلل طب هي فين في القطعة تعال نبص عليها بقولك هنا الحدائق والاماكن الخضراء الاخرى بتساعد في التقليل من رجلات الحرارة اكد انت عايز كلمة يقلل اللي هي رقم اي طيب بعد كده في الرقم ستة بقولك وفقاً للي انت فهمت من القطعة ايه من دول ليس صحيحا طيب تعال نشوف بلانتس ابزورب كربون ديكسايد ان نباتب تمتص سينكسوليك كربون او فعلا بتمتص سينكسوليك كربون فدي صح طيب بولدنج ماتيريال زيك ميتال اند كونكريت هيلبز امبيرومنت هو المباني المصنع من الخرسان والحاجات دي بتساعد البيئة لا بتضر البيئة لابقى هي رقم بي فعلا طب هنكمل برضو اللي باقيين نشوفهم صحة ولا غلط بحنا كده اخترنا رقم بي طيب الحدائق بتقلل من سينكسوليك كربون او لان نباتب تمتص سينكسوليك كربون الحدائق لها فائدة للبيئة او فعلا الاشجار تمتص سينكسوليك كربون وتنقل هوا كلمة ازرس اللي في قطع ديكسايد بتشير لمن فين ازرس ادي ازرس بيقول لك ان من اول الجملة من هنا كده بيقول لك بعض الحدائق اللي بنزنعها في الاسطح بعضها معقد والبعض الاخر بسيط يبقى كده كلمة ازرس بتشيل للروفتوبس اللي هي رقم سي طيب بعد كده المنطقة اللي احنا ممكن نستخدمها عشان نزرع فيها حدائق في المدينة بتكون قليلة جدا لان احنا بنتستخدمها في بناء الكباري وبناء المنازل وكده زي ما قال في القطع حاجة من اتنين الحدائق والحاجات دي بتساعدنا ان احنا نعملها في الاكسجين بنزود الاكسجين لان النباتات بتاخد كاروون وتديني اكسجين في اسئلة كده في القطعة مش محتاجة انك تقرأ قطعة ممكن تحلها من غير قطعة زي بس التايتل افضل عنوان القطعة ديت هو من هاو تو انفست يور ماني ازي تستسمر فلوسك محكلكش عن حاجة خلاص في البتاع دي كل الفلوس اللي ذكرها في القطعة انه بقولك انك ممكن تعمل حديقة فوق البيت باعبعات قليل جدا من الدولارات هاو تو رديوس كولينج بيلز ازي نقلل من الفواتير المدفعها في تدفئة هيا فعلا دي الفوائد البيئية لزراعة الحدائق وزراعة الاسطح بعد كنت اخونا القطعة بمجرد ما فلافيا عرفت ان الملك مصاب قررت تعمل امرت المرشال ان هو يخدها ويروح علشان يشوف الملك اللي هي رقم دي طب من اللي عرفنا كده المرشال اخبر الملك ان فلافيا مش قادرة تصبر وعاية تشوفه الحرب اللي كانت قائمة علشان ننقذ الملك المريض الحرب بدي ترى استمرت لسنوات لما كان رسندل يقول لك ان القصة دي ان فيه مشهد مشهد من اغرب المشاهد اللي في البشرية اللي هو ان فيه ملك اخوه عايز يقتله وراحد غريب عايز ينقذه اللي هو رسندل يعني والمشكلة انها عادت قليل جدا من الناس اللي يعرفوا الموضوع ده في الاجابة فعلا رقم بي عادت قليل من الناس يعرفون رسندل نزل في الخندق في مية الخندق باستخدام الحبل اللي هو رابطه في الشجرة يبقى using a rope tied to the tree فعلا دي سهلة الغرض من اهم ركبوا مصورة في قوضة الملك اللي هو محبوس فيها to put the body of the king into it after killing him ده لما حد يهجم على البلس على الكسل فواحد من رجال مايكل يقتل الملك ويرميه في المصورة وينط وراه يبقى رقم a when the king asks why doesn't my brother kill me لما الملك سأل الملك لما الملك سأل ديتشارد وسأل وقال له هو ليه ديتشارد أخويا ما بيقتلنيش it is an indication that ده بيغل على ان ايه ترى رقم ايه it's too late for rassendel to save him ان الموضوع تأخر عليك يا راسندل من فعش تنقزه he is enjoying the company هو مبسوط بوجوده مع مايكل he has given up the hope of being rescued هي دي ان هو احبط من ال او ما عادش عنده امل من ينقز فعايز يموت بقى وخلاص the fight between rassendel's men and michael's men resulted in القتال اللي استمر بين مايكل بالرجال مايكل ورجال راسندل نتج عنه اول واحدة releasing the king اطلق صراح الملك لا اما والملك ما اطلقش صراحه the escape of all michael's men رجال مايكل هربه لا the death of three of michael's men موت ثلاثة من رجال مايكل لا هما مات منهم اتنين the death of three rassendel's هي دي عاد تعرف ان رجال مايكل مات منهم اتنين ورجال راسندل مات منهم تلاتة وساعاتها راسندل قالك احنا مشينا بقلوم منكسرة عالناس اللي ماتت وقلقين عالملك وغطبانين من ان احنا ما قتلناش مايكل ولا رجالته rassendel's offer to help rassendel attack the castle and kill michael the king stabbed and fritz so rassendel can stay king and reward him show that بالاخر كده روبرت لما عرض على راسندل ان احنا اقتل كل الناس وما يفضلش حد عايش غير انا اللي هو روبرت وراسندل ده بيبين ليه يا ترى اول واحد ان هو انسان شرير او فعلا روبرت مقتنع ان راسندل بيدور على السلطة او كان فاهم غلط كده فعلا روبرت مش عند ولاء فعلا يبقى كلهم صح طيب as a result of holding rassendel in the summer house انتوانيت لما انتوانيت مبان ساعدت راسندل في السامر هاوس ايه اللي حصل؟ اديوك مايكل حبسها يبقى انتوانيت was kept prisoner in a mansion by michael خد بالك ان انتوانيت محبوسة في المانشن لكن الملك محبوس في الكاسل عشان كده لما في يوم من الايام الملك كان مريض كان انتوانيت بتعد كل يوم لدروبرتج وتشوف الملك وتسلم عليه وتخدمه وترجع تاني rassendel offered fifty thousand pieces of gold to johan if or in return for rassendel العرض على johan مبلغ من المال مقابل ان يعمل ايه ترى تعال نشوف opening زافرون door to the mansion add two ان يفتح الباب الساعة اثنين اه فعلا delivering a message from rassendel to antoonet اه فعلا يبقى ان هو يوصل رسالة يبقى عند بي ان هو يوصل رسالة الانتوانيت مبان وان يفتح الباب الساعة اثنين ده دورك انت وروح على كده rassendel had telling him filled with lightness and music because rassendel amr ان يعمل حفلات وينور النور في because he wanted to celebrate his victory عايز يحتفل بانتصاره لأ هو ما كانش انتصر it was his wedding day حفلة زفافه لأ ما كانش برضه عايز يتجوز ولا هيتجوز هو كان عايز الناس تفهم ان في حفلة رقص وان الملك موجود حاليا في بالرغم ان الملك كان ساعتها فين بيهجم على الكسل طيب جلو اتنين الترجمة دول هقول لك الاجابة ايه والبقائين غلط ليه social distancing كان هيساعدنا في التخلص من كورونا فيروس اجابة القطعة دي هي رقم اللي هي التباعد الاجتماعي وغسل الاداين وارتبق اداء الكمامات يمكن ان يساعد بشكل كبير في حد من انتشار كورونا طيب ايه رقم ايه غلط ليه عشان وقال لك القفازات هو ما قالش قفازات ما قالش قالك ماسكس طيب رقم سي ليه غلط لانه قالك ان فيروس كورونا بيزداد مع الغسيل والاهتمام طبعا ده غلط طيب الاخيرة خالص قالك بيقل انتشار فيروس كورونا لحد كبير مع التقارب الاجتماعي يعني لما انتقارب يقل طبعا ده غلط الجملة التانية برضو يعرفوا ارتفاع طقت الدم بالقاتل الصامت وهيؤثر تأثيرا القاتلان على مخ وكذلك القلب اجابة دي برضو رقم بيه طيب البقيين اللي غلط تعالى نشوف اول واحدة غلط ليه لانه قالك المفروض تبقى ما فيش تبقى ده غلط طب رقم سي يعني يسمى لما يكون الولد يسمى عمر فنقول لكن يعرف المرض يعرف فنقول دي مفروض نحط مكانها مش خلصنا كده الحمد لله رب العالمين كلمات الواحدة دي ونتوكل على الله ننتقل للجزء اللي عليه الدور في الجدول